السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك أختي امرأة متزوجة وعندها أولاد وزوجها رجل على خلق ومحترم ويحبوها ويحسن معاملاتها جدا وهي كانت سعيدة معه ولكن بعد عشر سنوات من الجواز كان صديق زوجها يحبها استغفالله العظيم يعني بيحب الست دي يحبها مع العلم انه متزوج ولكن بينه وبين زوجته خلافات شديدة ويريد أن يطلقها وهو يحب أختي جدا وهي أيضا أحبته لا حولها ولا قوة إلا بالله حاولت كثيرا الابتعاد عنه حاولت كثيرا الابتعاد عنه ولكنها لا تستطيع وتحب جدا وأصبحت حياتها مع زوجها صعبة ولا تتقبل ولا تحب مع تكرار محاولاتها ولكن قلبها لا يستطيع فسألتني كثيرا عن رأيي لأنها لا تريد أن تغضب الله بأن تكون متزوجة وقلبها مع رجل آخر مع العلم أنه يكلمها في التريفون أنا نصحتها بأن تتطلق من زوجها وتتزوج من من تحب حتى لا تكون ثقة زوجها ولا تغضب ربها فهل هذا حلال أم أنا مخطئة في هذا الموضوع كيف تتصرف أختي ولكم جزيل الشكر ده كله لغبطة كله لغبطة وسوء أخلاق من ذلك الشخص الذي خبب هذه المرأة على زوجها في حاجة اسمها تخبيب المرأة على زوجها ايه تخبيب المرأة على زوجها تكون ست متزوجة فيفسد المرأة دي على زوجها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها بالعكس كثير من الأئمة بيجعلوا هذا باب من أبواب اللعنة لهذا الشخص ويجعلوا هذا من الكبائر بل هو من الكبائر إنه واحد يفسد امرأة على زوجها وده من أشد ومن أسوأ مساوئ الأخلاق من أسوأ مساوئ الأخلاق ليه؟ الشيطان أتباعه لا يحب حد من أتباعه مثل ما يحب الذي يفرق بين المرأة وزوجه فهذا الشخص كأنه من شياطين من شياطين الإنس وبلاش حماقة إن احنا نرتكب المعاصي باسم الحب ده مش حب ده حب للذات هو لو كان بيقدس الحب وبيحترم الحب اللي هو عاطفة نبيلة ويقصد بهذا الحب إنه هو يجعل هذا الشخص في مكانة مرتفعة ومكانة محترمة في قلبه كان احترم الحب واحترم إن الست دي لها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها والمرأة راعية في بيت زوجها لكن هو الحقيقة لا احترم الشرع ولا احترم حرمة البيوت اللي دخلها وخان هذه الحرمة وتجرع على شرع الله سبحانه وتعالى وادعى كذباً إنه هو بيحباه هو لو بيحباه يعمل إيه؟ يتق الله فيها كان عبد الرحمن بن عمار الجمشي المشهور بالقص اللي كان بيحب سلامه مرة كانوا عاديين في منطق لوحدهم وما فيش شيء يمنعهم فقالت له بتكلموا إنه خلاص المكان خالي فإلا حاصل فمرضيش يرتكب المعصية عشان إيه؟ عشان الأخلاء بعضهم اللي بعضهم يومئذن عدو إلا المتقين فهو ما اتقاش الله للأسف ما اتقاش الله وأفسد المرأة على زوجها مش بس أفسد المرأة على زوجها وجيت حضرتك روح تمكمل عليها بدل ما تقولي لها تتقي الله سبحانه وتعالى وتروح تعالي قلبها وتروح تتزكى قلت لها تطلقي من زوجك وروح الجوزي وأنا بقول لكم هو التجربة بتقولة هو إن الست اللي بتعمل كده اللي بتطلق من جوزها بعد ما هي تتعلق بحد تاني وتروح تطلق من جوزها وتروح تتجاوز الشخص التاني ده للأسف الشخص التاني ده تبيخليها دايما هي المتحملة هذا الخطأ وفي الغالب بيوريها أيام سودة ليه بيوريها أيام سودة هو بيقول لها إزاي أثق فيك وإنتي كنت في عسمة رجل وكنت بتكلميني وبعت الرجل ده على شاني وعشان كده التخبيب ده حرام ومن الكبائر صحيح العلماء اختلفوا بقى في هل الجواز ده يبقى صحيح ولا من صحيح بس هو ده حراموا من الكبائر إن واحد يعمل كده مع امرأة طب نعمل إيه بقى لا الستة دي ما تطلقش والستة دي تروح تعالج قلبها تعالج قلبها بالتربية والتزكية مش كل حد بيحب حاجة بيروح يخرب البيوت علشانها تروح لحد لطبيب نفساني يساعدها يحسن من لها دعم نفساني وتخرج من لها فيه ده لنهي بالمناسبة ممكن بعد ما تعمل ده كله وتروح تتجوزه هي نفسها تجلد نفسها وتدخل فيه امراض كتيرة جدا جدا نفسية فنصحتي اهو بوضوح ما تتطلقش وتروح تطلب دعم نفسي طب ليه ليه بتقول لي كده لان الفعل نفسه حرام الامر التاني التجربة العملية في جلسات الارشاد الزواجي بتقول ايه بتقول ان حد يخرب بيته بايده لن يكون محل ثقة لمن افسد بيته ومن اجله الامر التاني يحاط بقى في مكتب في جملة يحاط بقى بايه بجملة من السمعة السيئة اللي تخلي الحياة اللي جاية حياة نكد ومساوي يبقى احنا نعمل ايه بقى يبقى ببساطة خالص الفعل ده حرام وتروح تعمل ايه الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواء فالهمة فجورة وتقوى قد افلح من زكها تروح تزكي نفسها سوم الاتنين والخميس لكن ما تعملش الحرام ده ما تروحش تطلق وتتجوزه لا لو عملت كده هي دمرت حياتها خلاص ايه ده بس احنا بنشوف المسلسلات وبنشوف حالات تانية ده مش عيب المسلسلات بهم بيوروكم بس النتائج اللي بتوصل بها الناس هي لو عملت كده مش هترتاح وهي تبدل طول امرأة عن ده سؤال هو قال انا اللي عملت ده يرضي ربنا هو قال انا اللي عملت ده انا بعت اولادي وبيعت اسرتي وبيعت الرجل اللي كان المحترم اللي بيحبني الى حد في الحقيقة انا كنت بالنسبة له عارف انتك بالنسبة له ايه اختك بالنسبة له ايه تعويض للحاجات اللي مش لقيها مع مراته وتو ما يلاقيها زي مراته بالزبط اكيد هيتخلص منها لان صدقنا دوته ومتمحور حول ذاته ما رحش يروح لخبراء عشان يحلوا المشكلة اللي بينه وبين زوجته مين قالك ان اللي حصل معاها مع زوجته ده مش يحصل معاك اتق الله في نفسك اتق الله في فيتك اتق الله في اولادك ده حملة ايه القوي ان انت تتحمليه ويا سادة اتق الله سبحانه وتعالى في المتزوجات ما حدش يجي ويصطاد حد الا يصطاد حد ده هيكون ملعون سيبوا البيوت في حالها وما تخربوش البيوت انا حقيقة سوال ده توجعني لان الحكاية دي زادت قوي والناس محتاجين يتقوا الله سبحانه وتعالى